السلام عليكم الابنات تحية كبيرة لكم وجددا من قناة حلويات ام عبد المغيت حلقة اخرى كاجمنا بكم على القناة واملنا دائما انكم تكونوا في احسن حال والاحوال الفيديو دي اليوم ان شاء الله بإذن الله نزول لنا عند طلب العديد من المتتبعات واهداء لأحدى صديقات الوفيات للقناة للا سناء طلبت منها كيكا اللي كتكون عالية ما كتصدقش لها الكيك بغا كتخرج عمل الفران كتنزل ما كتجيهاش طلعة وكذلك ما تجيهاش زوينة هاد شي لاش غدي نقول لك هاد الحلقة اهداء لك للا سناء وانتمنى انا كتجربيها وصدقيني لكيكا ديالك ما بقتش غدي تضربها العين انما غدي يتولي مدمين عليها وغدي يتولي من بالوصفات الضرورية عندك حتى يمكن لكم انكم تجربوا هاد الكيك ديال المحلابات كيكا عين ملاق ويمكن لكم انكم تدفعوا للمحلابات اولى المخبازات وهكا تحقوا واحد المدخول وتستغلوا لوقت ديالكم بقي معايا حتى الاخرط الحلقة باشتعرف على اسرار الكيك ديال المحلابات وفرجة ممتعة للجميع بسم الله على بركة الله يا فتح يا رزاق يا مفرق الارزاق وهالدعوة كان هذه وهالي يكون من بين دعوات صباحية اللي كان صباح عليها كل صباح وانتمنى كذلك انتم تولي هذا في بيكم وتفكرونه يا فتح يا رزاق يا مفرق الارزاق نبدأ على بركة الله بالنسبة للمقادر صبرية ام عبد المغيد الزر بتعلينا لدينا خمسة ديال البيضات 21 جرام من الخميرة ديال الحلوة جمعالق ديال الخل كاس لاروب ديال زيت كاس ديال سنيدة نص كاس ديال الما وعندنا يغورت واحد او لضانون واحد ثلاثة الكيسان ديال دقيق او لاربمية وعشرين جرام على حسب الكمية وهنا غدي نشرح لكم علاش قدلكم ام ثلاثة الكيسان او لاربمية وعشرين جرام بقاي معايا حتى الاخرة الحلقة لانه سر ما كانش غير في المقادر انما حتى في طريقة ديال التحضير والنصائح المقدمة ان شاء الله بإذن الله غادي يتخدمي هاد الكيك وغادي يجبك الحال غادي ناخد هنا يا البيض كيف ما كتشوفو كان فرز البيض على الاسفر بالمناسبة تحية المتتبعاتنا الوافيات ومن بينهم للزوبيدة لأكيد غادي تكون دباف المشاهدة وهذا كيف ما كتشوفو كانت سرح عليكم كذلك تطبيق ديال احدى الاخوات اه للحريشات اللي كنعطيناكم ديال الزنقة واكيد غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف بعدة اسرار عدة نصائح تقسمتها معاكم وحتى الثمن ديال البيعي اللي كنتم مهتمين ندرجوه لكم في حلقات اخرى كيف ما دلنا معاكم في العدد من الحلويات هنا ايه هذا التطبيق ديال هدي الحريشات القوتي وكيخرجوه كيميا كثيرة وفعلا من اللي كتطبقو احدى الوصفة دياله وكتباتونا بتطبيق والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيمة لبنات حتى كتفرحوني والشيء اللي كيخليني انني نستمر ونكمل ونحاول انني نعطيكم الافضل والاحسن ولكن غير قبل ولينا لانني مبتدئة في عالم اليوتيوب ماشي في عالم الحلويات ما عرفتش الوصفات اللي تبغي وتشوفوا على القناة وكذلك شنه هما الوصفات اللي كيلقاه وننجح وإقبال يعني ما زال بقما ما عرفتش هاد الاسرار ديال اليوتيوب هنا هي كيف ما كتشوفوا معايا كان فرق البيض البيض على الصفر ديال البيض وقد ينضيف قليل من الملح الابيض البيض وكذلك هنا يا معانا التطبيق ديال المخمار سريع او لمخمار اكسبرس ديال دقيقة تسعين كيوجود في عشرة دقيق ديال احدى المتتبعات لالزوبيضة من الضربيضة اللي كان حييهو اكيد تهد الرابط غير خليه ليكم في صندوق الوصف لانا عامل بي الوصفات اللي كيف ما سنقولوك تنقود الموقف وفي النفس الوقت يمكنك انك تديري هالجوتي الفطور بدوني تعاب بدوني مجود احنا عارفين 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 باننا في زمن السرعة وحتى الضغوطة ديال حياة اليوم هي كتير اللي يكون في العاون لنا وليكم وهذا الشياريش كنحاولو نتقسم معكم افكار خاصة بالنسبة لقوتي خفيفة وسهلة بدوني عانا بدوني تعاب باش هكا يمكن لكم انكم تبقوها وتنتم اللي كانت عندكم بعض الافكار بتقسموها معانا للاعلى وعسى تكونوا مفتاح للخير من اغلاق للشر كيف تقول المثال وربما يستفدوا هنا سخرين من الوصفات ديالكم هنا هي كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبة الابيض البيض كان خلطوه في اتجاه واحد ومن جديد تعود معانا للازو بيضاء السيدة اللي كتخدم ليكمه في مدينة الدار البيضاء وكتطبق مرة اخرى الفقاس ديال دقيقة تسعين بدون ميبات وهي كترسلينا صورة ديال تطبيق مضاف اليها كذلك ميساج لي تحت تطبيق شكرا بزاف انا خدمتو بالمقادير والطريقة ديالك بلا ميبات لا ينورك لا ينوركم تنتموا بنور دنيا واخرة ان شاء الله باذني الله وانتمنى ودائما اننا نكونوا عند حسنطن ديالكم وهات ديال الفقاس بزاف ديال المتتبعات لقوية على برة واشكروه نتمنى انكم تنتموا كذلك تجربوه واكيد الرابطة غني نخليه لكم في صندوق الوصف بش تبقوه يعني كانت الوصفة الاصلية ديالنا الاسرار اللي تقسمنا معاكم من الاسرار ديال للكومود خاصة بالنسبة من اللي كتكون عندكم كومود مزروبة ونصائح وانتمنى انكم تشوفوا الرابط في صندوق الوصف هنا كيفما كتشوفو كنخلط ابيض البيض جيدا حتى كيطلعو دائما في اتجاه واحد نصحة اللي هي مهمة بالنسبة الاناء يكون ما تقولش يا غير غسلته ومسحتوه انما خليه نشوف مزيان من ابيض البيض من الماء عادة ضربة في ابيض البيض وبالنسبة الاناء كذلك يكون مسوح من الماء وبالنسبة البيض حاولي انكو يكون بحرارة المطبخ انا هي كيفما كتشوفوه غادي ينحيد ابيض البيض اللي يطلع نوضعه جانبا ملاحظة مهمة البناس بالنسبة الهاد ليبول خودهم الى القتيهم غزارين 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 وغادي نحكي لكم قصة معهم انا هي غادي ناخد اصفرت البيض غادي نضيف لي السندة غادي نضيف كذلك واحد لياغورت واحد وغادي نضيف نصف كاس من الماء بالنسبة الياغورت نصحة اللي هي جيد مهمة لبنات خدوا الياغورت اللي بالسندة ويكون عاقد لانهم اللي كيكون عاقد كي طلع علينا الكيك افضل واحسن غادي نبدأ ندرب في اتجاه واحد احتى ابيض عندي هاد الخليط وهذه هي الطريقة الصحيحة لكيك المحليبات ومن بعد كيف ما كنتشوفوا معايا من بعد ما تخلط هاد الخليط كامل غادي نضيف كذلك جوج معالق ديال الخل وكان بغين نقول لكم مرحبا بكم كذلك في الصفحة ديال هنا في الانستغرام حلويات ام عبد المغيد هذه هي الصفحة الاصلية ديروا لها متابعة بالنسبة الناس اللي بغا بيشوفوا المقادر مكتوبة غادي نخليوها لكم تمكن ان شاء الله بإذن الله وكونوا من الاوفياء ديال الصفحة وهذا شرف كبير لنا غادي نضيف الزيت وغادي نضيف كذلك جوج معالق كبارين ديال خلو دائما يكون خل من نوعية جيدة غادي نخلط او نضرب هاد المكونات جيدا كيف كتشوفوا معايا دائما في اتجاه واحد ومن بعد غادي ناخد ابيض البيض اللي غادي نضيفه على هاد الخريط غيرية غادي نضيف بهذا الخميرة نسيناها واحد وعشرين جرام اللي كتعطينا تقريبا ثلاثة ديال الخمارات ملاحظة جيد مهمة بالنسبة الخميرة هنا غادي نستعملو الخميرة اللي مصورة فيها هاديك اللي معا مالكي كي يعني ديرو خميرة ديال كيك ما غاديش نديرو خميرة ديال حلوة كتعطينا فرق كبير او ليمكن لكم اللي كانش واحد كتطيقو فيه تخدمون عندو الخميرة ديال العبار ثلاثة دراهم يعني غير تكون محلولة جديدة ثلاثة دراهم كتعطينا كيميا اللي هي كتيرة يمكن لكم انكم تدوزوا بها مدة ديال شهر او اكتر وهادش اللي كان ديال لاننا نسي اللي كانت قدامنا عندو هادش ديال حلوة عبد سمدل تحت كي يكون يلا كيف حل خنشو كيتقدامنا عندو الناس اللي كي يخدمون حلوة بزاف يعني دائما كتكون الخميرة كتعطي الفعالية ديالها الي كانت تحت الخميرة بارده اراه ما غاديش طلالك الكاكلبنات ايوه المرحلة الموالية غادي ناخد بيض البيض كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نضيفوه للأصفر بالمناسبة تحية كبيرة كبيرة لواحد خالتي اللي اكيد داب في المشاهدة وغادي نقول لها شوفي تطا انا اختيت جوج واحد لبيض وواحد الأصفر للبيض واكيد غادي نعود لكم القصة ديال هالعبات قصة غريبة تحت اسم اللي شافتوا انه بغادي منه عادي نقول لها هانا دارت بالنصر حادي هالكو اختيت واحد لي ابيض البيض واسفر البيض والله العادي ما تتتعو زالين لا في الخدمة ولا كذلك حتى في المنظر ديالهم واشفتو هانا يا كيف ما كتشوفو كان خلط ابيض البيض مع اصفر البيض دائما في اتجاه واحد بدون ما يطاح لي هادك ابيض البيض يعني كتحاولي لي ما غاديش تخلطي بزاف وهنا غادي نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق حاولوا ما امكان انكم ضيفوه بشوية باللاتين ما تديروش كيف مادرت هنا اه اه غاكورو واطل عوار كيف تيقولو كان قريب 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 الوليدات يدخلوا من دراسة وقت القوتين دائما الوصفات ديالي تلت دقيقة تسعين يعني الخمسة وقسمين هادا اشنو غادي ندير ندير القوتين خرج البلان في هالكيكة ديال المحلبات نو ممكن ان هي نضيف بشوية باللاتين الدقيق اكيد في الوقت قلت ليكم ما بين 420 جرام او لتلاسة ديال الكيسان ديال الدقيق على حسب بالنسبة للبيض اللي درتوا ربعات البيضات كبارين غادي تحتاجو غير تلاسة الكيسان ديال الدقيق غادي تحساجو غير تلاسة الكيسان ديال الدقيق غادي تعبروهم بديال ياغورت ويله بغيتو الكيك يكون خفيف اما الى بغيتو الكيك اللي كيف مك تشوفو معايا كيجي مقطن من الداخل غادي يديري خمسات البيضات صغارين ونضفت معاهم 420 جرام يعني عبرته بالميزان 420 جرام ديال الدقيق كيف مك تشوفو حيث تبارك اللي وصل عن بي يخسهم ديروا من هالقوتة ديال العشية ويفطروا منها على الصباح ويبقى من هالقوتة ديال غدائلة بقى فيها شي حاجهم هنا كيف مك تشوفو معايا البنات كنخلط في تجاه واحد وما كنكترش لو قدي تخرط انفو صفي كتندمج العناصر نحبس باش ما ينزلش لي بيض البيض وهنايا غادي ناخد واحد المول إلي كالمول يلسي لكونا البنات بلا ما ادهنوه بالمرة وهدي نصيحة بالنسبة المبتدئات أما عارفة معايا لحادقات اللي تبارك اللي وصل عن بيهليهم تبدعو تحطيو عندهم معلومات ودراية في المجال ديال طبخ لكن حتى بالنسبة لبنيتات ديال 9 سنين وعنشر سنين وكذلك 14 حميلة بغو بيوجدوه هاد الكيك مع مبوتهم نعطيوهم هاد النصيحة باش ياخدوه كفكرة فقط وبالمناسبة تحيي الوحد الحادقات ديال القناة لأكيد أكيد أكيد هدف تتفرج مع عمامها لالرحب يعني من بين من بين الحادقات ديال القناة يعني واحد لكتكوتها رائعة 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 تبارك الله عليها وتبارك الله عليها تتبعها للوصفات والله العظيم أحسن شيء هو حبكم لينا وحبنا ليكم ولو الفيديو يشوفوا غير ربعة الناس أكيد غاد ينديروا على قبالكم هنا كيفما كتشوفوا كان خبط المول يوانسي هنا الوصفة كان خبط المول مزيان باش يتقدم من بعد بالنسبة للفران كتكون تيكون طافي كندخله على درجة حرارة ديال 180 تقريبا أو 150 قص اللي عافية كان شاعل غير ما اللي تحت فقط وكان خليه الكيك ديالي كيطلع بدون ما نفتح عليه الفران بالمرة ما اللي كيتضع في الحجم ديالي وكيطلع كيفما كتشوفوا معايا كان عاود نشاعل عليه الفوق وبهذا الطريقة كيكون الكيك أولا كان شاعل عليه الفوق والتحت على حسب ملي كتدخلي الموس يعني ملي كدو تقريبا واحد ساعة قلت ولوت كتدخلي الموس كيتشوفوا واش الكيك ديالك الناشف واش الموس ناشف أولا واش كيك طاب أولا من بعد كتشاعل عليها غير الفوق إلا كان ناشف من الداخل سينو إلى خرجات الأجينة في الموس كتشاعلي التحت والفوق وكتديري 180 بالنسبة للحرارة هنا يكتما كتشوفوا هيدا واشك نهائي ديالك كتديري من بعد ما برد ما الفران عادة تحركيه من المول ماشيت هزيه ما الفران وتخبطيه فوق البوطجي ودقولي ما له حقا الكيك غا خرجات وضرباتها عين ونزلت أراه ما شيل عين لي ضرباتها ونزلت أراه انتم اللي شبطوها الكيك وخبطو اللي ضربتوها مع الفوتاجيك خليها تتبر تماما عادة تحييديها من المول أكيد لك انت دير المول هي السيليكون رغا تتحييدي لك بسهولة يعني تاكت قبط فرصها هذا هو الشكل نهائي ديالكاك ديالنا هنا كش ما كتشوفوه من بعد ما قلبته لكم كيجي عالي ضخم عملاق ما نعودش لكم هالبنات وبهد الوصفة أولى بهد النصائح وصلنا النهاية ديال الحلقة ديالنا أومة بقالية إلى نكون لكم بصحة وراحة لتحقوا بنا في الجروف في فيسبوك أكاديمية الحلوية أومة عبد المغيت أولى شهيوات أومة عبد المغيت ما تنسونا شمال لايك تحية كبيرة لكم وإلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله بإذن الله وشكر خاصة على التتبع شكر خاصة على التشجيعات شكرا